الكهرباء توصل قطع أرزاق العراقيين بانقطاعها سوق الحدادين في منطقة بغداد الجديدة يعاني من رفع محولة الكهرباء دون إصلاحها لأكثر من شهر ما تسبب بإغلاق عدد من المحال التجارية وشلل للمحال الأخرى خصوصا أن الأجهزة المستخدمة تتطلب تيارات عالية من الكهرباء نسم الكهرباء هذا ضيم أكشر نحن نريد حل لا يوجد إحساس هذا البلد ما أعرف ما يريد نحن نريد طالب طالب لا درهم ولهم يحزنون هم أجارات وهم عيشة عيشة صعبة يعني الحل نريد الحل إحنا شي نقول الحل بس نريد نفتهم إحنا ناوشينا رزقنا محدود باليوم تيجي كلو شهر من الخمسة ومن عشر وخمسة عشر وخمسة وعشر من الشهر المولدة يا سعرها سعرها قلشي مليون ونص هاوشي كهرباء ماكو يعني تيجي كلو سعر واحدة باليوم لما تيجي المدهاي المحولة مولتنا مول هذا الزقاق شهرها صار 25 يوم يعني محولة خمسة وعشرين يوم ورحت لهم أول برحة قالوا بالعشر تيام يعني خمسة وثلاثين يوم طاقة المحولة لم تحاصرهم الكهرباء وحسب بل أمانة بغداد التي أغلقت مدخل السوق بكتل كونكريتية ما يعني صعوبة الدخول وإخراج قطع الحديد الثقيلة خارجا ما سبب كسادة للسوق وتسريح العاملين فيه رغم وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية لكن مشاكل العراق على مستوى الطاقة والاقتصاد لا تزال تنخر في جسد العاملين في قطاعات العمل الخاصة والتي يبدو أنها تحارب من خلال تجاهل الحكومة لهم من بغداد علي أسد الرشيد ترجمة نانسي قنقر